السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين طبعا قبل ما أنا أبدأ في مقطع الفيديو وإلى آخر رح أتكلمكم أن لله الحمد شفت مشكلة قناتي القبلية اللي هو 11 ألف مشترك كان فيه مشكلة والحمد لله لك يا رب ما شاء الله تبارك رحمة تعدلت اتصلحت فأنا رح أحط الرابط في أسفل الفيديو الله يسعتكم دنيا وآخرة تكفون هناك اشتركوا في قناتي رح أنزل فيها محتوى بإذن الله رح أتكلم فيها في مقطعي يعني في الرابط لما تدخلوها رح تشوفوا الرابط أتكلم عن إيش المحتوى اللي رح تكون في القناة بإذن الله تعالى واللي يسأل لي هل بتسحبين على هالقناة لا طبعا ما رح أسحب على شالد الشيكس لأننا نحنا كلنا كبرنا في هذا القناة والتقيت فيكم فمستحيل أسحب عليها بإذن الله تعالى لأنها محتوى ركروم ورح أستمر عليها بإذن الله كمان بستمر في هذاك القناة إن شاء الله يعني كل ما أكون فاضية مثلا عن الدراسة وإلى آخر أنت تعرفوا خاص الضغط حتى أنتوا كمان مضغوطين من ناحية الدراسة بعضكم وأنا مضغوطة من ناحية الاختبارات لكن بإذن الله نحن قدها على الأقل مقطع مقطعين يعني مو أنا نقطع شهور لا سمح الله يعني يب متابعين كل اللي أبغى منكم اللي هو فزعتكم أنكم تدخلون الرابط اللي في أسفل الفيديو وتشتوون اشتراك وتدخلون الرابط للفيديو اللي بحثها في هذاك القناة تسوون لايك تكتبون تعليق حلو زي وجوهكم يعني بالأصح نبغى نشط القناة من جديد بإذن الله تعالى لإني أنا حذفت كل المحتوى كنت تمام فالحساب ما صارت منشطة فأبغى نشطها معاكم الله يسعدكم فيب قبل ما نبدأ الفيديو لا تنصلوا على رسول عليكم الصلاة والسلام ولا تخلونا المقطع اللي هي عن الصلاة المكتوبة ويلا ننتقل للفيديو طبعا يا أحلى متابعة عشان ما أطول عليكم بإذن الله تعالى شرحنا اليوم رح تكون كيف تغيرون الأجواء تغيرون لون الشمس تغيرون لون الجو والزر اللي مثلا تحولكم إلى جو ثاني يعني التفاصيل اللي أنتو تحتاجونها حرفيا فأخلكم معايا أول حاجة الشيء المعروف أنكم تفتحون الميكربن بحاول أشرح بسيطة علشان تستوعبوا كلامي بعدها تروحون للبالت اللي هنا بعدها تروحون للبحث المعذرة اللي هو مثلا هنا تكتبون كلمة اللي هو سكاي دام تشيب اللي هو هذا هذا هو مثل ما تتشوفون تحطونا هنا طبعا أمون هذا إيش يسوي هذا يغير ألوان الغيوم أوكي وفيه كمان اللي هو خاصية خلينا نشوف اللي هو باك جراوند هذا هو أوكي خلينا أوريكم هذا هو هذا الكلمة باك جراوند أوبجيكس تشيب هذا الصراحة تسوي كوستومايز مثلا تحطون نجوم تحطون غيوم تحطون جبال وإلى آخر أنا الصراحة ما أحتاج هذا الشيء لكن أحاول أشرح لكم بطريقة منفصلة بحيث أنه يعني ممكن اللي يحتاج فخلونا أول شيء أبدأ الشرح من ناحية هذا الشيء تمام؟ هذا الشيء بعدا بحثفه وببدأ في هذا تمام؟ عشان ما ألا أخبطكم تفتحون المكربين تروحون للكونفيقر اللي هنا وتضغطون على هذا التشب حرفيا لما تضغطون على بيطلع لكم كثير خيارات على سبيل المثال أول خيار مونتنز مونتنز معناته اللي هو الجبال تضغطون على مونتن وهنا اللي هو الصعود والنزول خاص فيها مثل ما أنت تشوفون يعني بالأصح تقدرون تشكلون أي شيء وهنا من ناحية أنكم تغيرون اللون مثلا إذا حبيتوا تغيرون اللون وإلى آخر مثلا هنا الباكتغرون أوبجوت كلاود هذا كلاود معناته اللي هو غيوم فار كلاود اللي هو غيوم بعيدة غيوم عالية غيوم كبيرة غيوم متوسطة نان اللي هو ولا شيء تمام؟ فنحنا ما نبغى الجبل هذا فبنسوي لو مونتن روح نان حلوين أوكي ننزل تحت أكثر كمان هنا ستارز ستارز معناته من تعرفين يعني اللي هو النجوم اللي هو هاي نجوم هاي ستارز مثل ما تشوفون فوق نجوم صغيرة في عندنا اللي هو آوتر ستارز اللي هو فهمتوا الخارجي فنحنا ما نحتاجها حبيت أشرح لكم شيء بسيء مثلا المون اللي هو القمر وحنا التفاصيل صراحة أنا ما أحتاج هذا الشيء فراح أحذفها بس حبيتنا أشرح لكم عن اللي هو الباكي جراوند تشيب تمام فخلوني أحذفها حذفناها نحن الحين نحتاج هذا الشيء الأساسي المنحن أول ما تفتحون أول ما تسوون اللي هو تضغطون على هذا التشيب تفتحونها راح تلاقون في خيارات كثيرة حرفيا ألوان السكاي طيب خلونا مثلا نحط اللون هذي بنفسي شوفوا كيف روعة مرة حلوة طالع لونها مثلا سكاي توب كالر بحطيها أصفر مثل ما تشوفون صارت أفتح كثير كثير تفاصيل حرفيا هنا يمديكم تعدلون اللي أنتو تبغونها حرفيا طبعا أنا راح أخليها الإعدادات خاص بيكم الحين أمون طيب نحن نبغى اللي هو شروق الشمس نبغى يعني نحط حاجة يعني جمالية مو بس كمان هذا فما عليكم تروحون لل بالت اللي هو أول شي تول تمام بعدين البالت اللي هنا تروحون هنا تكتبون اللي هو سان لايت حلو طبعا أمون بعضكم يقول أمون الحين كل شي راح كيف أنا رجع هذا ما في أي مشكلة لا تقلقون تمسكون المكربن تروحون للتول بعدها الكون فيقر هنا شفتوا اللون الأحمر هذي حطوها واحد حرفيا شفو مثلا تحطون واحد بيطلع الشمس طبعا هو شكله في الاتجاه اللي ورا المراية هذا مثلا حطها واحد حلو مثل ما أنت تشوفون تبدلت خلوني أعدل من ناحية هذا لأنه الشمس واضح ورا المراية يعني أوكي يا جماعة حاول تعدلها انتبهوا معايا شفتوا هذي تمام اللي هو سان لايت شفتوا اللون الأخضر هذا حاولوا تعدلونا بجهة الشمس اللي أنت تبغونا مثل ما تشوفون لما أمسك هنا أحرك وتتحرك معايا الشمس أنا أبغى زي كذا حلو فأوكي أنا أبغى أغير لون الشمس أحس الشمس للمرة لا أوكي ما مشكلة تروحون للتول تروحون للكونفيجر تضغطون على نفس الشي اللي هو هذا من ثم تغيرون اللون مثلا حطيت أحمر حطيت مثلا هذا اللون تمام وهنا يعني كمية الشروق والتفاصيل اللي أنتو يعني تبغونها بالأصح طيب أمون الحين كيف نسوي الزر بحيث أنه تتغير للجولة العادي تتغير للي مو عادي قبل ما أنا أشرح هالشي خلينا أوضح لكم حاجة اللون الأحمر هذه تشغل الميزة حق التشب تشغل الميزة حق الأدوات هذه فهمين علي لكن لما والأخضر واحد بترجع على طبيعتها خلونا نجرب تمام روح تول نروح لواحد نضغط عليه نحطيه هذه والأخضر نحطيها اثنين قصدي واحد المعذرة وهنا كذلك مثل ما تشوفون الأحمر رح نحطينا واحد رح نشيل الواحد والأخضر رح نحطيه واحد شلنا من الأحمر حطيناه للأخضر فشوفوا رجعت على طبيعتها طيب الحين أنا رح أشرح لكم كيف بالأصح يعني اللي هو الزر تضغطونا طبعا في زرين يمديكم تسوونها أنا رح أشرح لكم يا ذا حين في زر التوكل اللي هو هذا وفي زر الثاني اللي هو البوتن تمام أنا رح أحط مثلا هذه هنا ورح أحط كمان اللي هو زر البوتن تمام V1 نبغى الأصدار الأول تمام وفي ذا تحديد أحط أحط أنه أحط تحديد مكان كبير ومزعج فهمين علي أوكي راح أشرح لكم أول شي بالتوكل تروح هنا اللي هو وين بوتن تغل تغل على يعني لما تضغطون تشغلون الزر إش تسوون طبعا أول حاجة لا تنسون تشيلون هنا ثمام تخلو كله صفر صفر حلوين حلوين مره نايس خلينا كله صفر صفر تمام الحيا نكمل تروح لتول connect وين بوتن إز تغل تغل لما تضغطون هاي يصير اللون الأحمر هنا enabled يعني اش يصير راح تتغير الجو الى الجو اللي انتو تبغونه اللي ساويت ولكوستمايز للشيب تمام هنا وين بوتن تغل اوف لما تضغطون مرة الثانية وتغلقونه اش يصير ترجع الجو طبيعي زي دحين اللي هو مثلا تروحون اللون الأزرق تمام تروحون للهنا حلوين كمان كذلك تبغون الشمس نفس الحركة اللي هو تروحون لهنا وين بوتن إز تغل تطولون عليها الضغط وتسحبون هالين لون الأحمر enabled ونفس الحركة تروحون للأزرق تروحون توصلون هالين اللون الأخضر حلوين دحين خلونا نعطي تجربة صغيرة تمام شوفوا شوفوا تغيرت الجو جاءت الشمس ما تبغونها تضغطونا ترجع الجو مثل ما هو موزة موزة فيب هنا وصلنا لهاية المقطع أتمنى المقطع عجبكم سو لايك و شير تفعلون جوز عشان تصوكم مقاطعنا وبحط لكم القناة الثانية خاص بيه في أسفل الفيديو فافزعوا لي واشتركوا فيها اللي فيها 11 ألف من الله تعالى راح أنزل مقطع هناك على المحتوى اللي بتكون في القناة الثانية يعني نقاكم شاء الله في مقطع جاي مع السلامة